دكتور عبدالغاني هندي يعني فاكر فضل في الامام تكلم وقال انه لما الاخوة الفلسطينيين يعني يكون فيه تأكيد على بقاءهم في بيوتهم ومنازلهم وارضهم وتعرضوا ليه قتل او تعرضوا ليه قصفة وتعرضوا لتهديم بيوتهم ده ضرر لكن لما يجي ندخلهم احنا عندنا تحت يعني فكرة الانسانية وغيره فانا بعم بصنع ضرر اكبر انه فقدوا حياتهم وفقدوا ارضهم كمان والقضية صفت فعلينا اننا انتبه ونحذر من العبد في عقول الشباب انه نسرة القضية ان احنا نفتح الابواب وغيره كيف قرأت هذا المشهد بسم الله الرحمن الرحيم يعني في البداية خليني بس يعني الفة نظر حضرتك ويمكن الحضور والسادة المشاهدين ماذا انا بلافت نظر يا دكتور اه لافت نظر بسيط ان الاظهر الشريف لا يعيش في قلب القضية الفلسطينية من سنة ولا سنتين ولا مين سنة ولا مئتين سنة الاظهر الشريف من اكثر من مئتين سنة كان عنده وقف وقفه لترميم قبة الصخرة في المسجد الاقصى فالفهم والوعي بالنسبة لقضية فلسطين بالنسبة للاظهر ده جزء اساسي جدا من فكرة هذه المؤسسة الدينية الكبرى التي تستوعب كل الطيارات الفكرية اللي موجودة في العالم ده الامر الاول الامر الثاني ان الاظهر عنده في غزة فيه فرع الجامعة الاظهر في غزة بالمناسبة اذا فنحن في قلب هذه القضية الامر الثاني ده انا احنا عاملين نتكرره بس لازم يلقى فيه فيه فرق بين امرين بالنسبة للموضوع بتاع الاخوة الفلسطينية الجانب الانساني اللي هو بالنسبة للمصابين او واحد بيتحرك او واحد مريض او واحد عايز يخش المستشفيات في مصر هذا امر مصر بتعمله سواء كان في الماضي او دلوقتي او في الحاضر او في كل الوقت لكن فيما يتعلق بمسألة التهجير هذا دعنا نقوله بشكل واضح هذا تصفية للقضية الفلسطينية هذا تصفية من جانب المقاومة الفلسطينية من الجانب الاول لان الناس بتوع غزة لما يبقوا مش موجودين في غزة فانا كده بصفي المقاومة الفلسطينية بصفي القضية الفلسطينية من الاساس فده عشان اللي حصل في سبع اكتوبر بالمناسبة كل الادبيات اللي بتتكلم في تاريخ اليهود والكتاب اللي بيكتبوا عن اليهود بيقولوا على الموضوع بتاع التوسع من زمان واحنا عارفين يعني حلمهم حلم الفراط وحلم التوسع في العالم العربي وحلم يعني كل هذه الاحلام قديمة اللي عجل بهذا الموضوع الصدمة التي حدثت في غزة والتي حدثت في المناطق المجورة لغزة في سبع اكتوبر جعلت الموضوع بقى بشكل واضح وعلى المكشوف ما حدث بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية في تحريك القوات وضع على المكشوف ما حدث بالنسبة للتهديد بالتهجير خل الوضع وضع على المكشوف فالأمر اللي احنا لا بد ان احنا ايضا على المكشوف ما يتعرض له اهلنا سواء في غزة أو في فلسطين بكل الفصائل نحن في نفس الخندق مصر في نفس الخندق الموجودة به كل هذه الفصائل الفلسطينية وأنا مش عايز يمكن أتكلم على التطور يمكن حضرتك قلت في بداية كلامك في سؤالك بأستاذ عماد أنا مش عايز أتكلم على فكرة تقطير القضية الفلسطينية لأن احنا بالمناسبة لازم نقطر القضية الفلسطينية بشكل حقيقي بمعنى يمكن الأزهر من أخطر الحاجات اللي هدد بيها أو اللي وضح فيها مش بس موضوع التهجير الأزهر كلم على مسألة ما يحدث على وسائل التواصل الابتماعي بالنسبة لتويتر وفيسبوك على وجه التحديد اتكلم فيه أن بيبقى فيه تسويق محتوى علمي ومحتوى يتعلق بفلسطين لإنهاء الصراع لإنهاء القضية لابد أن احنا نعرف أن مصر مش موجودة في القضية الفلسطينية ليس بخيارها وليس مصر تقدر تبقى موجودة في القضية الفلسطينية أو مش موجودة ولا الموضوع له علاقة حتى بظروف اقتصادية التعرض لها الدولة لأننا شوفنا في عز الأزمة الاقتصادية الموجودة في الدولة احنا شايفين سرب المعونات الموجودة في غزة للدولة المصرية لم تعبق بهذا المواجهة بالنسبة لمصر بالنسبة لقضية الصراع العربي الإسرائيلي ده أمر تاريخي ولا بد أن نؤكد عليه أننا في نفس الخندق وأنا كلامي هنا يوجه للداخل المصري ويوجه للناس اللي دايما وأبدا بتتاجر بالكلام عن القضية الفلسطينية بدون وعد الالتزام مصر أو وجود مصر في داخل هذا الصراع العربي الإسرائيلي حتى على الرغم من وجود المعهدات حتى على الرغم من وجود العديد جدا من الأمور هذا أمر تاريخي وهذا أمر ثابت بالنسبة للدولة المصرية ولم ولن يتغير إن شاء الله هذا أمر ثابت مش هنقدر إننا نغيره ولا في يوم ولا في اتنين ولا في تلاتة لكن أنا ممكن عايز يعني أنقل النقاش لأمر مهم جدا أن يتعلق بمعركة الوعي وإحنا لازم نكسب معركة الوعي فيما يتعلق بشبابنا لما تشوف حضرتك النهاردة طبعا فيه أزمة حصلت في العالم من شهر فبرايري اللي فات وإحنا لابد إن احنا ننتبه إليها لحد النهاردة تطور رهيب جدا حصل بالنسبة للإنترنت وبالنسبة للبحث وهو التغير اللي حصل من وسائل التواصل الاجتماعي اللي كان آخرها فيسبوك وتويتر واليوتيوب وآخرهم التيك توك لما يعرف بالشاتج بيتي والزغال الاصطناعية عموما بداية الشاتج بيتي لأن الشاتج بيتي هو عمل بقى مجموعة الزكوات الاصطناعية في كل المواد ده بيأكد على إيه بيأكد على إن المعركة فيما يتعلق فيها بقضية الوعي هي الصراع الأول الصراع رقم واحد فيما يتعلق فيه بالأمور المعرفية التي تعبر عن تاريخ هذا الصراع عن حقيقة هذا الصراع عن مين المستفيد أنا أسأل حضرتك سؤال ممكن حضرتك وستاذ المشاهدين يعتبروا أمر غريب لو إحنا اعتبرنا أن الدولة المصرية كانت في هذا الوقت دولة مأزومة أو أن الدولة المصرية لم تكن موجودة في هذا الوقت كيف كان يكون شكل الصراع العرب الإسرائيلي كيف سيكون شكل الصراع الموجود على الحدود بين غزة وبين مصر لو أنه لقدر الله الدولة المصرية مأزومة وهذا يؤكد على أن الدولة المصرية الحمد لله رب العالمين ليست الدولة مأزومة الدولة المصرية واقفة على أقدامها في مواجهة هذا الصراع على الرغم من أن هذا الصراع الآن يتشكل ملامحه بأنه ما بقاش حتى يعني إحنا كنا في الأدبات اللي إحنا كنا بنتعلمها بنقول أن القضية فلسطين كانت قضية إسلامية وبعدين تحولت إلى قضية عربية وبعدين قضية الدول الجوار وبعدين قضية فصائل لا ده الموضوع دلوقتي بقى كأن الغرب يتكتل وخلف إسرائيل ضمن هذه القضية لتصفية هذه القضية الأمر واضح الأمر الذي حدث في 7 أكتوبر أكد أن العالم الغربي بالنسبة للتعامل مع قضية فلسطين وبالنسبة للصراع العرب الإسرائيلي أنه أتى الكلام بقى على المكشوف أنه يودى تصفية هذه القضية وهذه التصفية لهذه القضية لن تتأتى إلا بعملية أن يكون هناك تهجير لأهلنا في فلسطين عايزين نقول على الناس الذين حاربوا من أجل العودة والذين بنوا مقاومة والذين قواموا واللي موجودين كل يوم تحت القصف عايزين كل هذا التاريخ وكل هذا النضال نرميه ونقول لأ نحن مفروض نعمل وجب إنساني ووجب اجتماعي ووجب كذا ونقوم بعملية التهجير هذا كلام عبس هذا كلام ليس له علاقة بالسياق الحقيقي للصراع العرب الإسرائيلي الصراع العرب الإسرائيلي الذي تعلمناه الذي تعلمناه سواء في تاريخنا في الأزهر وعلى لسان مشايخنا وعلى لسان أسد زبنا وعلى لسان ما قرأناه عن علمائنا حتى في جماعة القاهرة وفي الصحافة وفي شتى المجالات هذا الصراع له إطار تأثير مصري خالص ولا بد أن لا نخرج عن هذا التأثير المصري نحن في قلب القضية الفلسطينية نحن في خندق واحد مع القضية الفلسطينية مهما تغيرت السياسات ومهما تغيرت القيادات القضية التي تتعلق بالمؤامرة أصبحت الآن واضحة وعلى المكشوف وبشكل واضح لذلك لا بد أن تكون معركة الوعي بالنسبة للصراع العرب الإسرائيلي أو بالنسبة للصراع الحادث الآن داخل إسرائيل لا بد أن تكون معركة الوعي هالقضية رقم واحد فيما يتعلق بهذا الصراع لأنه للأسف الشديد الغرب وإسرائيل والصهيوناء العالمية اشتغلت على فكرة تغييب هذه المعركة معركة الوعي لأكتر من 30-40 سنة لذلك لا بد أن يواجه هذا الوعي وهذه الانتفاضة الموجودة في غزة لا بد أن تقابل بانتفاضة أيضا بالنسبة لمعركة الوعي وبشكل واضح وأن اللحظة ليست لحظة صراعات ليست لحظة مزايدات ليست لحظة أننا أفرد رأي على رأي حضرتك أو أننا زيد برأي على رأي حضرتك هذه لحظة استفاف وطني هذه لحظة تصفية قضية هي القضية الأولى والقضية المحورية بالنسبة للشرق الأوسط وبالنسبة للعالم العربي لذلك لا بد أن نكون على مستوى الحدث لا بد أن نكون على هذا المستوى من التحدي الغرب مش جايين بالفرقطات وبأحدث الأسلحة الموجودة في البحر عشان يلعبوا ولا عشان يتنزهوا هذا تهديد واضح لأمتنا العربية ولأهم قضية من القضايا الموجودة بالنسبة لأمتنا العربية وهي خضية القدس وهي خضية فلسطين وزي ما أنا قلت لحضرتك هذا الأمر بالنسبة للأزهر بات قديما جدا من حوالي 250 سنة و300 سنة كانت هناك أوقاف مصرية موقوفة على ترميم المسجد الأقصى على ترميم قبة السخرة هذا دور حتى قبل وجود إسرائيل في المنطقة حتى قبل أن يعلن وجود هذه الدولة المحتلة كانت مصر تقوم بهذا الدور ومؤسسات مصر تقوم بهذا الدور القديم جدا لذلك أنا أؤكد على ما أشرت إليه أننا بحاجة إلى أن نستنهض معركة كبيرة جدا معركة الوعية تتعرض بهذه القديمة